هذا أخونا يقول إن مشاغل الحياة ألهتني وأتعبتني خاصة أنني أنفق على أهلي ومع قلة ذات اليد وقد شغلت عن القراءة والتحصيل وكلما رأيت كتبي زادت حسرتي فهذا من توجيه ونصيحة أولا شيخ قضية الانقطاع عن الحياة والانشغال بها فهذا لا شك أنه منهي عن شرع لأن هذا من الواجبات أولا لكن أولا سأنصح غيرك قبل أن أبدأ بنصيحتك ثبت عني مساء الله سلام وأنه قال اغتنم خمسا قبل خمس ومنها فراغك قبل شغلك بعضه إخوان لا يعرف قيمة هذا السؤال لأنه لم ينشغل بعد إذا تزوجت غدا وأنجبت ولدا أو أولادا أو كان بعض هؤلاء الأولاد ذا حاجة ومرض أو شغلت لألي طلب المعاشي فإن هذه الأمور تشغل المرأة شغلا كبيرا فأنت أول شيء أنا أنصح لإخوان الذين لم يشغلوا بعد يعني انتفع من وقت فراغك الآن ووالله ما من امرئ يصل مرحلة من العمر إلا ويتندم على ما مضى هذا واحد الأمر الثاني أخونا لأجل وقت بالنسبة لمن جاءه وشغله وهكذا يجب أن تحرص على أمور الأمر الأول أن تجعل لك حزبا لا تجاوزه أبدا لا تتركه أبدا ولا تنقص عنه أبدا لا بد حزب إما من القرآن أو من الحديث أو من القراءة نبدأ بالقرآن ذكر فقهاؤنا وذكر ذلك ابن نبي يعلى في التمام ونقاله من بعده عنه أنه باتفاق يكره أن تمر على حافظ القرآن أو من يحسن قراءته نظرا أن يمر عليه أربعون يوما لا يختم القرآن اجعل لك حزبا لنقول جزءا من ثلاثين أو أقل من ذلك بحيث أنك تختم القرآن أقشي كل أربعين يوم مرة نبدأ بأعظم العلم القرآن وقد كانت عائشة رضي الله عنها تجعل لها حزبا من القرآن فإذا جاء نومها ولم تقرأ ذلك الحزب أخرت نومها لتقرأ حزبه اجعله لك حدا لا تتركه أبدا وهذا معنى قوله نبي صلى الله عليه وسلم إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة فمن كانت فترته على سنة فقد هدي دائما حط لك حد أدنى لا تجاوز وهذا في القرآن في القراءة احرص على أن تجعل لك عددا من الصفحات تتركه أبدا إني أضرب لكم مثالا من بعض المعاصرين الشيخ علي الطنطاوي ذكر في مذكراته قال أخذت على نفسي عهدا أو وعدا ليس نظرا لك يكون واجبا أن لا يمر علي يوم إلا بأقرأ فيه مئة صفحة تعود عن نفسك كل يوم مئة صفحة أول ما تبدأ ستكون صعبة ثم ستصبح عليك أسهل من السهل نفسه إذن لابد أن تجعل لك قراءة الأمر الثالث وهذه مهمة وما زال مشايخنا يوصون بها إياني وإياك أن تترك الدرس إذا كان أحد مشايخك أحياء فلا تترك درسه البتة احضر احضر عنده وإن كنت إن شاء الله أنت رئيس المحاكم وهو ما زال إمام مسجدي لا تترك الدرس تعال لك درسا في الأسبوع احضره لا يختلف الدروس معي تنظر لك يوم الأيام فجر في إجازة لابد يوم في الأسبوع عن أقل يكون لك درس هذا حبل بينك وبين العلم فلا ينقطع